خلينا أقول لك برضو يا أحمد أن مباراة الزهاب هنا اللي كانت في القاهرة النادي الأهلي أدى مباراة كبيرة يعني أصدقل أن احنا كنا ممكن لو كان ربنا وفاءنا طبعا قدر الله ما شاء فعل بس حالا بنتكلم تحليلية لو كنا حطينا الهدف الثالث كانت الدنيا تبقى جميلة جدا ومفيش أي مشكلة يعني أصدقل أنه مع حتى الوضع اللي احنا بنقول مباراة صعبة وانحنا رحين بنتيجة دخل فينا هدف مع ذلك احنا كنا يمكن أغلى فترات المباراة احنا كنا مسيطر ويمكن نروح مع حضراتكم دي مراجعة كده المباراة الأولى عشان نوضح للناس اللي عامل التوفيق آه في حالة رعونة في حالة إخفاق في حالة تعامل ما كانش بالشكل الجيد مع انهاء الهجمات لكن أن انت يكون استحوازك 58% كابتنا يسا مقابل 42 المحاولات بس احنا لا احنا عايزين نوقع لنقطة نقطة معاليش يا أحمد يعني الاستحواز 58% كابتنا ساعات بتكون هذا أو الأرقام دي ساعات ولا بدأ استحوز بس ما كانش مؤثر بالزبط اللي يفسر بقى الاستحواز إذا كان استحواز سلبي ولا استحواز فعلا محاولاتك على المرمى كاتئين فضل بقى 25 محاولة مقابل 6 محاولات 11 محاولة انتارجت كابتنا يسا 11 محاولة يبقى مش استحواز كاذب مش كيك ده انت كنت بتلعب في 18 حتى المحاولات 25 دول 20 منهم محاولة من داخل منطقة الجزاء يعني انت وصلت للتلت الأخير لملعب فريق الرجاء ومنطقة الجزاء ما بين التلت خشبات وقدرت لا ده من داخل منطقة الجزاء بتسدق ما بين التلت خشبات كان 11 فقط لغير من 25 بالزبط 11 اتنى حتى انا كام اتنين منهم هدف بالزبط يعني اللي أصد أقوله اللي أصد أقوله انت الأرقام اللي أولتها دي يا أبو أحمد أنا بشكرك عليها طبعا الأرقام دي ومنشكل فريق الأداد لأنه هنا نقدر نقول ان احنا قدينا مباراة جيدة جدا التوفيق وعدم التوفيق ومع ذلك انت راح كسبان بالزبط هنا 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 الأرقام ما بتكذبش ولكن أرجع وأقول المباراة الكبيرة بتبقى عليها ضغط عصبي قد يكون في وقت من الأوقات بيهبط تركيزك نتيجة الضغط العصبي على الحديث وبيحسمها تفاصيل صغيرة جدا صحيح الناس شافت أن أنس الزنيتي حارس مرمى فريق الرجاء كان مصاب وراجع من الإصابة هو لعب قدامنا مباراة السوبر وكان يعني أحد الهدف اللي جاء في مرمى كان الكرة بتوع من إيده كتير وقدر بيرسيتاو يستغل القصة دي مع طاير محمد طاير وقدرنا نسجل هدف لكن ظهر بشكل يعني أنا بشوفه أنه يوم حظه لأن أحيانا التصديات اللي تعرر لها أو يعني تصدى لها أنا سيد زنيتي أنا بشوف أنه ممكن تكون أكبر من إمكانياته مع كامل احترامي وتأديري لي كحارس مرمى ولكن هو يتصدى لتمن تزديدات انترجت منهم ركل الجزاء وكمان كرة طاير محمد طاير في الديها الأخيرة في الزواج دي يعني دي تصديات حارس كبير نتمنى أنه ما يكونش بنفس توفيق مباراة الزهاب لأن كابتن التوفيق عليه عامل كبير جدا وده اللي تكلم فيه بيت سمسما أن غاب التوفيق عننا في المباراة الأولى أن يكون فيه أمنيات بالتوفيق في المباراة الثانية طب أنا أعسى لك سؤال من وجهة نظرك يعني متابع جيد وكل صغير وكبير ساعة الجمهور بيكون ضغط على صاحبه أو فرقته هل ده ممكن نشوفه بكرة هو ده اللي أنا بتكلم فيه واللي أنا بأمل فيه ألا وهو أول عشر دقاية أول عشر دقاية مستحيل الجمهور هيكون ضد فريقه هيكون مع فريقه بمنطقة القوة أنت اللي تقدر تحيد الجمهور وأنت اللي تقدر تحول الجمهور لسلاح في ظهر المنافس بمعنى أنت تحيد الجمهور أن أنت تفضل محافظ على النتيجة صفر صفر الجمهور مع الوقت هيتم تحيده بشكل أو بآخر حتى بس بشرط أن أنت تكون مستحوز على القرى وطريقة لاب الأهلي هي الاستحواز هيكون صراعي استحواز بالتأكيد مع فريق الرجاء لو قدرت أن أنت تستحوز على القرى في المباراة دي أنت هتحيد الجمهور طب إمتى بقى تقدر تقلب الجمهور ويصبح ضغط على فريق الرجاء أنك تسجل هدف هو ده اللازم نلعب عليه أو كمان الفريق المنافس يتأخر في تسجيل هدف هنا الجمهور بيبتدي يبقى ضغط كبير على فريقته بيستعجلها بيصفر يبتدي عايز جول عايز جول فبينقلب الجمهور لأننا شفنا الموضوع بس طول ما صفر صفر يا كابتن هيسا أنت معك لديها تسعين في ضغط عصبي وجميلة تفضل معك لأن الجمهور بيجي في لحظة لكن لو أنت سجلت هدف ونت حولت الجمهور تماما أنه يكون ضغط خدت السكة مطالب أنه يحط هدفين عشان يوصل للتعزب معك وقتها هيفتح خطوط ويقدم خطوطه تقدر تسجل أكتر من هدفها إن شاء الله يعني يكون التوفيق حليف النادي الأهلي فارق الإمكانيات يا جماعة يعني مش بنبالغ فارق الإمكانيات باعتراف حتى الجانب المغربي هو فارق للنادي الأهلي لصالح النادي الأهلي إمكانيات النادي الأهلي أعلى الأمور الفنية النادي أعلى حتى جمهور الرجال البيضاء والمغربي لما دخلت معه بعض النقاشات كانوا بيقروا إن لو هم يتفقوا معانا بحاجة هي فكرة إن فارق الإمكانيات الفنية لصالح النادي الأهلي يبقى التوفيق عامل مهم جدا وما فيش بطولة بتحسن بدون توفيق وما فيش مباراة بتحسن بالفوزة كابتن أيسام بدون توفيق